اشهد عدد من مندوبي الدول بالخطوات التي اتخذتها المملكة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصيات الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل والتقرير الطوعي الذي قدمته البحرين في العام 2014 الذي تضمن التقدم المحرز بشأن التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الشامل وأشهد أيضا بالجهود المبذولة في مكافحة الإتجار بالبشر وبإدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة وكانت مملكة البحرين قد قدمت التقرير الوطنية الدورية الثالث أمام الفريق العامل لمجلس حقوق الإنسان والمعنى بالاستعراض الدوري في دورته السابعة والعشرين حيث ألقى رئيس وفد مملكة البحرين عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين استعرض فيها إنجازات مملكة البحرين في النهوض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية التي تحققت في إطار النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة الذي أرسم بادئة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يصعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع نثمن عاليا التعاون المتواصل بين البحرين وآليات حقوق الإنسان ما نفذته البحرين مثل تعزيز عمل القضاة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والخطط المحلية لتمكين المرأة وأصحاب الحالات الخاصة للستراتيجية الخاصة بالطفولة وخطط التنمية كلها تلعب دورا مهما في حماية حقوق الإنسان أهنئ مملكة البحرين على هذا التقديم الممتاز لتقريرها الاستعراض الدوري الشامل هو الآلية الأكثر أهمية للأمم المتحدة ولحماية حقوق الإنسان أهنئ البحرين على الخطة الوطنية لتعزيز دور المرأة البحرينية ونشدد على أهمية العلاقات الطيبة بين بلدين لقد دعونا كل الدول المشاركة في المجلس اليوم للاعتراف بالإنجازات التي قدمتها مملكة البحرين الخطوات التي اتخذتها البحرين للتعامل مع العمالة الأجنبية هي خطوات إيجابية ونأمل أن تستمر البحرين على نهجها في التعامل مع العمال الأجانب وبشكل خاص العاملات المهاجرات اسمحوا لي أن أعبر عن تقديري لأسس المجتمع البحريني الذي يتميز بالتنوع الثقافي وقبول الأخر وهو ما يعتبر سمة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان نتمنى للبحرين استعراضا دوريا ناجحا بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس بداية نرحب بمساعد وزير خارجية مملكة البحرين سعادة الأستاذ محمد الدوسري ورفض المرافق له وأشكره على البيان الذي قدمه والذي يوضح الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة الأصعدة السيد الرئيس لقد اطلعنا بكل اهتمام على التقرير الوطني لمملكة البحرين ونرحب الجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين والتقدم المحرز في مجال التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بهدف تأمين مستقبل أفضل لكل مواطنيها ونشيد بما اتخذ من إجراءات في تنفيذ توصيات الدورة الثانية المراجعة الدورية الشاملة عام 2012 وبالتقرير الطوعي الذي قدمته مملكة البحرين عام 2014 المتضمن التقدم المحرز بشأن التوصيات التي قبلتها في إطار الاستعراض الدوري الشامل كما نشيد بالجهود المبذولة لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه السيد الرئيس في هذا الصدد يود وفد بلادي أن يتقدم التوصيات التالية واحد مواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل حماية وتعزيز هذه الحقوق اثنين مواصلة الجهود وبدل المزيد من أجل منع الاتجار بالبشر والقضاء عليه وفي الختام يتمنى وفد بلادي كل التوفيق والتقدم لمملكة البحرين وشكرا سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس يرحب وفد بلادي بسعادة سيد عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية كما نرحب بأعضاء وفد مملكة البحرين الشقيقة ونهنئهم على تقديم التقرير الوطني الثالث بموجب استعراض الدوري الشامل ونشيد بمملكة البحرين على التزامها القوي وانخراطها الفعلي في كفالة احترام حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون من خلال دعم وتطوير منظومتها الوطنية واستمرارها في إعمال الضمانات الدستورية والقانونية ذات الصلة وفي هذا الصدد نثمن عاليا إجراءات مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وإنشاء مؤسسات جديدة بالإضافة إلى تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجعلها مطابقة لمبادئ باريس وفي هذا الصدد تود مملكة المغربية توصي بما يلي أولا توحيد سن الطفل الحدث في تشريعات المملكة بما يضمن مصلحة الطفل في معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتويسر تأهيله وإعادة إذماجه في المجتمع اثنين النظر في إصدار قانون موحد وعصري للأحوال الشخصية يوائم كافة الاحتياجات والمتطلبات القانونية والإجرائية شكرا سيد الرئيس يثمن وفض مصر عاليا الالتزام والاهتمام الكبير الذي توليه البحرين لتعزيز واحترام حقوق الإنسان كما يشيد بالجهود المبزولة على هذا الصعيد وبصفة خاصة الطفرة التشريعية التي شهدتها البحرين على مدار السنوات الخمس الماضية وسن العديد من القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان منها قانون السلطة القضائية والحماية من العنف الأسري والجمعيات السياسية وقانون العمل هذا فضلا عن إنشاء آليات وطنية عديدة لتعزيز حقوق الإنسان من ضمنها اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وفاضية حقوق السجناء والمحتجزين ومكتب أمين عام التزلمات لفحص الشكاوى حقوق الإنسان وتطلع وفض مصر لاستعراض دوري ناجح للمملكة البحرين الشقيقة شكرا سيد الرئيس إنجازات كبيرة ومضطردة تحقيقها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ما جعلها في مقدمة الدول اهتماما بهذا المجال وذلك نتيجة الخطوات والإجراءات المتقدمة التي قامت بها البحرين ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله التفاصيل مع الزميل يحيى العمري في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله وراءه قامت البحرين بخطوات رائدة في مجال حقوق الإنسان شهد لها العالم أجمع وذلك في إطار ميثاق العمل الوطني والدستور وسيادة القانون والممارسة الديمقراطية حرصا على اللحمة الوطنية ومواصلة التنمية الشاملة فعلى المستوى القانوني قامت المملكة بالتصديق على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحقوقية وفي مقدمتها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتفاقيات مناهضة التعذيب والعمل الدولية وكذلك مكافحة التمييز العنصري وحقوق الطفل والمرأة وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الهامة وعلى المستوى السياسي أيضا أنشأت البحرين العديد من اللجان والمؤسسات الحقوقية ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2009 والتي أنشأت وفقا لمبادئ باريس العالمية وكذلك أنشأت لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلمات المعنية بالنظر في الشكاوى المرفوعة ضد رجال الأمن وكذلك أنشأت البحرين مفوضية حقوق السجناء والمهتجزين ووحدة التحقيق الخاصة وشكلت البحرين كذلك لجنتي حقوق الإنسان في مجلسيه النواب والشورى وإيضا قامت بتأسيس جمعيات تعنى بحقوق الإنسان وقد ازداد عددها ودورها ومنها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية مراقبة حقوق الإنسان وجمعية كرامة وغيرها من الجمعيات الفاعلة في المجتمع وفي مجال ممارسة العمل السياسي صدر القانون رغم 24 لسنة 2002 لشأن الجمعيات السياسية والذي جاء في مادته الأولى للمواطنين رجالا ونساء حق تكوين الجمعيات السياسية ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها وقد تم تشكيل 21 جمعية سياسية تمارس عملها بدون معوقات هذا فضلا عن ممارسة حقي الانتخاب والترشح بشكل منتظم خلال الانتخابات التي شهدتها المملكة طوال العقد والنصف الماضيين ومن جانب الموازن تكفل قوانين مملكة البحرين الحق في التجمع السلمي بموجب القانون الذي ينظم إقامة التجمعات والمسيرات السلمية فقد تم توفير العديد من الأليات والقنوات الشرعية للتعبير السلمي عن الحريات والحقوق ويكفي الإشارة إلى أن المملكة سمحت بتنظيم نحو 1589 اعتصاما ومسيرة وذلك منذ عام 2001 منها 355 خلال عامي 2012-2013 ترجمة نانسي قنقر